العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة القذور حيث تحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة في سياستهما في توجهات حكيمة ومعتددة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة ودعم جهود استقرار المنطقة خاصة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وذلك على مدار السنوات الماضية فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر وذلك في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة هذا وتستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم في الأسواق الإماراتية وتشمل مشارعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة هذا وقد ارتفعت قيمة التجارة ما بين مصر والإمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت 24.8% وذلك خلال أول شهرين من 2020 لتسجل 747.898 مليون دولار في مقابل 599.233 مليون دولار وذلك خلال نفس الفترة من العام 2019 وتحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار تراكمي يصل إلى 15 مليار دولار حيث نمت الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤخرا بنحو 300% وذلك بدخول مشاريع عملاقة إماراتية في قطاعات التجارة التجزئة والطاقة والعقارات والبنية التحتية بالإضافة إلى قطاعات اللوجستيات والصناعة